عادي تحديدنا نشيناه على صفقات الأهل الجديدة رضا سليم وإمام عشور ومودست مادة تأثيرهم مع النادي الأهل في هذا المسلم رضا سليم وإمام عشور لها وفي مباراة السوبر وكان في بعض الفرقة كلها بشكل عامة كانتش في أفضل أحوالها شايف إزاي ممكن يفيده الفريق المسلم طيب في بعض الأقاويل ظهرت بعد موتش السوبر هو أن عدم الانسجام اللي كان موجود في الفرقة كان سببه دخول الصفقات الجديدة طبعا بالأخص رضا سليم وإمام عشور والله ده كلام ممكن فعلا نصدقه بس اللي ما تفرجش ولكن لو أنت تفرجت على موتش الأهلي والتحاضر العاصمة الجزائري هتكتشف العكس دلوقتي خلينا أقولك على الحصائية كده معينة هو أن الأهلي عمل 12 تزديدة في الموتش كله كتوتل 6 خمسة منهم كانوا انتارجت 5 انتارجت 2 منهم لإمام عشور 2 منهم لرضا سليم واحدة لعلي معلول من صناعة إمام عشور فلو كان النادي الأهلي قريب من التسجيل في موتش التحاضر العاصمة كان هيكون من بوابة الصفقات الجديدة رضا سليم وإمام عشور ولو في مدخل أن أنا أنطقت في مرسل كورر على الموتش ده هيكون أنه خرج رضا سليم وإمام عشور الاثنين كانوا أكثر نشاطاً كانوا أكثر انتاجية كانوا بيحاولوا حتى كمان على المستوى الفني والتدخل الدفاعي الاثنين كانوا تحسوهم جاهزين أكتر رضا سليم تدخلاته عنيفة لعب شمال أفريقي كانوا الأفضل في موتش الأهلي كانوا الأفضل طبعاً في الخط الهجومي يعني هو أفضل لعب في موتش النادي الأهلي كان معروف أنه محمد عبد المنعم بتدخلاته الدفاعية اللي أنقذت الأهلي من مواقف كتير ولكن بعده في الخط اللي قدام ونص الملعب ما كانش فيه غير رضا سليم وإمام عشور هم الاثنين اللي كانوا بيحاولوا على المرمة انت عايز تقوليني إيه رضا سليم وإمام عشور هي دي الأحصائية اللي أنا قلت هي دي ده بالنسبة رضا أسليم وإمام عشور بالنسبة المودست طبعاً هو فيه أسباب كتير بتقولين هو لازم يكون هو مهاجم النادي الأهلي لأن طبعاً جمهور النادي الأهلي مستنى الصفقة دي بقى لها سنين فطبيعي أنه هو أول موتش جاهز فيه فلازم أنه هو يكون لأ عشان ما فيش كهربو صراح محسن كمان كده كده بس كده عشان نتكلم على المستوى الفني وإزاي مودست هيكون مؤثر على الشكل العام بتاع الفرقة ولو كان موجود في الموتش اللي فات الموتش اللي فات النادي الأهلي كان بيلعب على الكورة الطولية دايماً فكان دايماً عايز أنه هو يلعب الكورة الطولية ويكسب الكورة الثانية ويبدأ يشتغل على الحتة دي هو كان مصمم عليها طول الموتش فاحنا ما كناش أو الأهلي ما كانش بيكسب الكورة العالية كتير لدرجة أن مارسل كولر لجأ لمحمد عبد المنعم في الديها 83 كان مهاجم عشان يقدر يكسب الكورة العالية في التلت اللي قدام فلو كان موجود مودست في الوقت ده أو في الماتش ده ما كانش مارس الكولر هيلجأ للشكل ده ولا كان هيلجأ للكرات العالية كتير لأن مودست هو مش بس لعيب يكسب الكرات العالية ولا هو لعيب طويل ولكن اللعيب زكي جدا في التحرك جهة 18 وزكي جدا فيه إزاي أنه هو يوفر نفسه كخيار تمرير للعيبة وكمان هيساعد الفرع على كيفية الخروج بالكرة النادي أهلي في الماتش اللي فات كان دايما بتقابله مشاكل أن كل اللعيبة مش عارفة تستلم بظهرها لأن فرقة اتحاد العصمة كانت دايما بتضغط بشكل شرس بشكل كوي وبشكل متلاصق فكان دايما أي حد ييجي استلم الكرة وظهروا المرمى المنافس فكان دايما في حد ضغط عليه بشكل كوي فكانت اللعيبة بتخسر الكرة فكنت بتتعرض لهجمات مرتدة وتحولات عكسية كتير وكنت بتتحط في مواقف دفعية سخيفة لولا تفوق محمد عبد المنعم وقالي جنج بالتحديد الأهلي كان استقبل أكتر من هدف خاصة من التحولات العكسية على النادي الأهلي فكان لازم مرسل كولر كان ياخد باله من الحتة دي وأنه هو يلعب كور على الأرض كتير وما يعلقش اللعب لأنه مش في صلحك أبدا تعلق اللعب في الهواء وانت خط الهجوم بتاعك فيه إحسين الشحات فيه كهربا فيه ردة سليم لأن التلاتة وكمان التلاتة بتاع خط النص مش أقوية في ألعاب الهواء فليه تعلق اللعب؟ لأ كان من الأولى باللعبة الحريفة الموجودة معاك أن أنت تماشي كور على الأرض تستفز الخصم تخليه يفتح مساحات ما بين الخطوط فتبدأ تختارك اللعب موسيقى